ترجمة نانسي قنوات الآن بإذن الله نتكلم على شبطة ثلاثة اللي هو تخطيط المصارف والقنوات وحساب المصارف الاريا سيرفد معناها تخطيط مثلا لو انا عندي مدينتين وعاوز اربطهم بطريق فيه كام احتمال يوصلك من مدينة للتانية بالطرق عدد ما لنهاية ممكن تمشيها ستريت ممكن تعمل كيرفد ممكن تعمل درجة الكيرفد تمشيها زي ما انت عاوث نفس الكلام لما يبقى انا عاوز اوصل بشبكة من القنوات او المصارف فقدامي احتمالات كتيرة جدا من خطوط التوصيل نحن نريد انسب تخطيط انسب تخطيط للقنوات والمصارف هذه هي تخطيط معناها تخطيط او تحديد المصارات الحاجة التانية المساحة المخدومة يعني ايه المساحة المخدومة قبل ما تعمل مشروع استصلاح مثلا غرب الدلتا قبل ما تعمل مشروع استصلاح زي كده ايه البيانات اللي انت محتاج تجمعها انا اعرف مجموعة من المعلومات اول حاجة اول حاجة اعاوز اجمع البيانات الهيدرولوجية الهيدرولوجيكال داتا هتفر معي في ايه في درجات الحرارة سرعة الرياح نسب الرطوبة مش هدي الحاجات اللي كنا بناخدها في الهيدرولوجيا دي هتفر معي في ايه هتفر معي في استهلاك النبات يعني لو هزرع المحصول الفلاني في الارض الفلانية في درجة حرارة اربعين زي مثلا ولاتون اربعين زي النهاردة تمام و سرعة الرياح قد كده و معدل او عدد ساعات سطوع الشمس في اليوم كم ساعة في الصيف او في الشتة طبعا عدد ساعات النهار ايه بتختلف كل ده هيأثر معي على معدل استهلاك النبات لأن معدل استهلاك النبات للمية هيفرق معي في كمية المية اللي هتمشي في الترعة لما يبقى فدان بيستهلك 100 متر مكعب في اليوم غير 70 غير 80 كل ده لما نضرب في المساحة في الاخر هتحول الى ايه؟ هتحول الى حجم مية في اليوم اللي هو بنسميه تصرف تصرف او الديستشارج يبقى الديستشارج هيفرق معي على حسب الاستهلاك الاستهلاك عشان نحدده بالضبط محتاج اعمل كليكشن للهيدروجيكال داتا يعني تجميع للبيانات الهيدروجية محتاج الاندو توبوريجي توبغرافي والجيولوجي محتاج اعرف الجيولوجيا بتاعت الارض عاملة ايه؟ طبيعة التربة والصخور والطبقة غير المنفذة موجودة على العنق الكام عشان لو الارض ده تحتاج مشكلة صرف فمشكلة صرف ومحتاج مشروع صرفها او لا والتوبغرافيا مناسب الاسطح انا همشي المية دي في مواسير او همشيها في ترع اندر جرافتي بقى انا محتاج اعرف العالي فين والمناسب المنخفضة فين عشان امشي المية تحت تأثير الجاذبية السويل طيب نوع التربة المية المتاحة هل انا هعمل المشروع ده على المية السطحية مصدر مثلا زي نهر النيل هعملها على مياه الامطار هعمل المشروع ده استطلاحها مثلا على المياه الجوفية بقى لازم احدد مصادر المية يبقى المية المتاحة تقاط الصحة لازم طبعا احدد الاحتياجات المائية كما قلنا من خلال بينات اللي جمعتها نوع المحاصيل التركيب المحصولي طبعا مش هزرع محصول واحد هزرع عدد من الايه من المحاصيل في الاخره بعد ده بنسميه التركيب المحصولي يعني نسبة اه حداقخ نسبة اه برسيم نسبة اه قطن نسبة اه رقورز يبقى الكلام ده كله بنسميه التركيب المحصولي بعد كده بحسب تبقى ان التركيب المحصولي متوسط استهلاك للفدان Identify the necessity of irrigation work site يعني انا هحدد انا محتاج ايه انا هعمل شبكة من الطرع طب انا محتاج كباري محتاج اناطر محتاج بدلات محتاج هدارات يبقى المنشآت اللي انا هحتاجها تمام عشان احتاج انشئها على المشروع للإصلاح ده استماز the cost of storage والإنرجation والإنيرجي والسينتيشن سيستيم يبقى انا هحدد برضو تكلفة مشاريع التخزين مشاريع الامداد بالمياه الطاقة اللي انا محتاجها اعمال مثلا الصرف الصحي بحيث احسب المشروع كله بشكل متكامل عشان احدد تكلفة المشروع هتبقى قدي ايه لما نجي نشوف classification of channels تصنيف القنوات هنلاقي في عندي حاجة اسمها permanent channel قنوات ثابتة يعني قناة مثلا زي بحر مويس اللي قدام الجامعة ده ده يعتبر ايه permanent ثابت صح كل سنة موجود يبقى ده قناة ثابتة مش مؤقتة يعني دايما على طول معايا لان هي بعتمد عليها اعتماد ثابت على مدار السنة ماشي يبقى this channels have a permanent water source في عندي حاجة اسمها Indonation channels اللي هي القنوات المؤقتة يعني في حالة الفيضان احيانا كميات الماء بتبقى عالية فنتيجة للتصرفات الكبيرة دي الماء بتمشي في مسارات بعد الفيضان ما بينتهي بترجع تنحصر تاني وبيبقى القنوات دي قنوات ايه مؤقتة زي مثلا ما تسمع في تونس يقولك ده في انهار بتبقى انهار موسمية يعني مثلا المطر حصل شهرين ثلاثة النهر فيه مية بعد الشهرين ثلاثة ما يخلصوا النهر جاف لحد ما يجي معادل ايه المطر اللي جاي نفس الكلام لما تيجي تعرف تاريخ نهر النيل هتلاقي نهر النيل كان له اكتر من 11 فرع طيب انحصروا دلوقتي في ايه بعد انشاء السد العالي والتحكم في التصرف وبقى ان فيه كلمية مية سبتة ما بتزيدش عنها فاصبح المية دي نقدر نجمعها في فرعين اسيين نتحكم فيها عن طريق مجموعة من انشاءات التحكم وناخد منها طرع فرعية يبقى فرع رشيد وفرع دميار لكن في الاساس فيه عدد كبير كان فيه عدد كبير من الايه من التفرعات لنهر النيل في موسم الفيضاء بما فيهم فرع كان داخل جوا سينا يعني قبل انشاء قناة السويس كان معدي كمان في منطقة دلوزة كان اسمه الفرع البلوزي ماشي كلاسفكاشن اكوردن تو فانيكشن يبقى دي كان اكوردن تو سورس او سبلاي مصدر او الامداد بالمية المية دايمة او المية مؤقتة بعد كده نيجي نشوف كلاسفكاشن اكوردن تو فانيكشن انسيرفد في عندي حاجة اسمها فيدر كانالز خنوات مغزية يبقى بتنقل الماء وبتغذي لحد أماكن استخدام الماء عندي قنوات توصيل يعني القناة ممكن تكون مغزية يعني بقدر اخذ منها ورو الأرض الزراعية وفي قناة ممنوع ان انا اخذ منها القناة دي وظيفتها ايه؟ توصيل يعني مثلا ما نيجي نشوف ترعة زي ترعة السلام الهدف منها ايه؟ طبعا موجود يعني هي بتاخد لما نيجي نبصر الخليطة كده ادي مثلا فرعين الدلتا فرع رشيد ودمياط طبعا عندي هنا شبكة من القنوات في منطقة الدلتا طيب انا عاوز اغذي منطقة مثلا جنوب برسعيد وسينو ادي البحر راخب عاوز اعدي مية من هنا تروح هنا فبعمل قناة من قدام سد فراسكور اللي هي ترعة السلام عشان تعدي وتروي فين؟ في منطقة غرب برسعيد او جنوب برسعيد وسينو طيب المناطق دي اصلا مناطق مخدومة يعني ايه مخدومة؟ يعني فيه قنوات بترويها يبقى القناة دي في الحتة دي وظيفتها ايه؟ تنقل مية بس ممنوع حد ايه؟ يبقى نسميها ايه؟ نسميها الـ Conviance Canal قنوات توصيل ليس عشان اروي منها، انا اروي منها بس في مكان تاني لكن هي بتعدي ممنوع حد ايه يروي منها اللي هي بنسميها الـ Conviance Canal في عندي Distribution Canal قنوات توزيع وتوزيع المية بتاعتها على مجموعة من القنوات الفرعية وفي بعد كده الـ Hydro Electric Canal قنوات وظيفتها اننا طبعا هعمل عليها محطة توليد طاقة كهرومائية توجي نريد الالكتريستي فيه الـ Navigation Canal اللي هي القنوات الملاحية القنوات الملاحية هي الهدف منها ايه؟ مراكب يبقى الهدف منها ملاحي ممكن ما تكونش بغرض الري وممكن تبقى Multi Objective يعني تشتغل للري وفي نفس الوقت ايه؟ ملاحية زي اغلب القنوات الرئيسية عن بحر مويس كان ملاحي قبل كده مثلا انه ترعة الاسماعيلية نهر النيل كل دي تعتبر قنوات ملاحية وفيه Multi Purpose Scannel اللي هي متعددة الاستخدامات زي ما قلنا اللي هي مش للهدف الملاحة بس لا ده ممكن تستخدم للملاحة وممكن تستخدم كمان للتغذية or more Classification according to area service التصنيف ده مهم طبقا لإيه؟ طبقا للمساحة المخدومة طبقا للمساحة المخدومة هنلاقي اول حاجة بنسميها Diversion Canal الرياحات اكبر درجة من درجات القنوات اللي هي بتاخد من النيل مباشرة زي ايه؟ زي الرياح التوفيقي زي الرياح النصري زي الرياح البحيري الرياح التوفيقي يبقى كل دي ترع رئيسية اكبر درجة من الترع بتاخد من النيل مباشرة طيب انا عندي في منطقة الصعيد لما تيجي تشوف مثلا نهر النيل في منطقة الصعيد هتبص تلاقي عرض الوادي داية عرض الوادي داية فانا محتاج قنوات ايه؟ اكتر او عدد اكبر من قنوات قنوات او عدد اكبر من قنوات فبنحط الترع الرئيسية اللي هي بنسميها الرياحات الـ Divergent Canal زي ما قلنا الرياح التوفيقي الرياح البحيري الرياح النصري الرياح المنوفي يبقى ديكو داية عبارة عن ايه؟ اول درجة من درجات القنوات يليها ايه؟ يليها الـ Min Canal اللي هي القنوات الرئيسية واحنا قلنا ان القنوات دي عاملة زي شبكة الشرايين شرايين رئيسي يتفرع منه شرايين رئيسي خالص يتفرع منه 3 اربعة شرايين اصغر منه بعد كالشرايين الاصغر يتفرع الى شرايين اصغر لحد ما توصل لدرجة الاوعية الدموية اللي هي توزع المياه بتاعتها على الخلايا نفس الوضع هلاقي الـ Min Canal بتوزع منه اكتر من Branch وال Branch هتوزع منه Distributor Canal اللي هي التوزيعية وفيه عندي حاجة اسمها الجنبية الترع الجنبية وفيه الـ Field Canal اللي هي القنوات الحقلية لما نيجي نشوف رسمة زي كده هتلاقي ادي مثلا النار النيل او الـ Main Stream او الـ River هناخد منه هنا الـ Diversion اللي هي الرياحات بعد كده الـ Main Canal الـ Main Canal اللي يتوزع منها Branch Canal وال Branch Canal اللي يتوزع منها Distribution Canal وال Distribution Canal اللي يتوزع منها Field Canal العكس في الـ Drain يعني الـ Tراع بتبدأ الأول كبيرة وبعد كده ايه؟ تصغل زي بالضبط الشرايين اللي بتوزع الدم طيب العكس بقى الأوردة بتبدأ صغيرة وتبدأ تكبر كل ما اتنين يصبوا في بعض الرئيس اللي هياخد منهم ايه؟ يكبر بتبدأ بقى حركة المية في المصارف العكس تبدأ بالمصارف الحقلية الصغيرة اللي هي كل اتنين حقلية اتنين مصارف حقلية مع بعض يتجمعوا يدوني Branch Drain مصرف فرعي كل Branch Drain مع Branch Drain تاني يديني مصرف اكبر منه اللي هو بنسميه الميندرين طيب الميندرين في الاخر لما يتجمعوا اكتر من الميندرين يديني حاجة اسمها District Drain مصرف الاقليم يبقى زي ما فيه ريحات بتغزي المنطقة كلها فيه District Drain او ميندرين بياخد من المنطقة كلها يبقى اصاد الـ Diversion فيه District Drain مصرف الاقليم مصرف الاقليم بيصب فيه ميندرين ميندرين طبعا يمكن اكتر من واحد يصب في نفس المصرف اللي هو مصرف الاقليم ميندرين يصب فيه اكتر من Branch Drain ده واحد وده واحد وال Branch Drain يصب فيه مصارف تانية اقل منها شوية اللي نسميها الحقليات الـ Diversion Canal They are a carrier canal يعني قناة نقل There is no direct irrigation غير مسموح بالرأي المباشر منها يعني ما نفعش اجر رياح التوفيق والرياح البحيلة والرياح النصيري والترعى رئيسية ولا يوجد واحد حاضر ترمبا او بامب او مكنة مياه ويسحب مياه مباشرة من القناة الرئيسية لا انت تسحب من القنوات الفرعية يعني ما نفعش ان افتح شريان عشان اغز خلية لا الغلية دي ممكن تبقى جنب الشريان مباشرة بس تتغزى من الاوعية الدموية اللي هي قريبة ايه منها This is no direct irrigation Their length reached يعني بيوصل اكتر كمان من خمسين كيلو بتشدن في قدود 200 الف فدان The most important diversion canal in Egypt طبعا الرياح التوفيق والرياح النوفي والرياح البحير والرياح النصيري يبقى دي الرياحات الرئيسية اللي موجودة في مصر المين كانال بتاخد ميتها طبعا من الرياحات غير مسموح بالرأي المباشر منها بيبقى طولها من خمستاشر لخمسين كيلو متر وبتروي من عشرين الف فدان لحد متين الف فدان يبقى طولها بيوصل من خمستاشر لخمسين كيلو وبتروي من عشرين الف فدان لمتين الف فدان البرانش كانال برده بتاخد ميتها من المين كانال بس دي مسموح بالرأي المباشر من نكت يبقى بتاخد ميتها من الانتك رجليتور اللي هو انطرت الفو المسافة من كل واحدة للتانية بتبقى من اثنين لخمسة كيلو بيبقى طولها من عشرة لخمستاشر كيلو بتروي من عشر تلاف لعشرين الف فدان الPedيرcication is allowed only when its area أقل من عشرة تلاف فدان لما يبقى مساحاتها أقل من عشرة تلاف فدان بيكون مسموح الرأي المباشر منها الدستريبيوشن كانال بيبقى طولها من واحد ونص الاثين ونص كيلو التباعد بين كل قناة التانية بيبقى من اثنين لعشرة كيلو المساحة المهدومة بتبقى من ألف لعشر تلاف والPedيرcication او الراي المباشر منها بيبقى مسموح في عندي حاجة اسمها جنبية هي الجنبية؟ هي اسمها جنبية عشان هي بتبقى جنبها حاجة تانية ماشي؟ يعني انا مثلا عندي قناة رئيسية زي دي بتاخد من النيل مباشرة وعملت منها قناة رئيسية طيب الارض اللي جنب القناة الرئيسية دي القناة الرئيسية غير مسموح الرئي المباشر منها يوم اعمل قناة تانية صغيرة جنبها عشان تروي الارض الزراعية الملاصقة دي فده بنسميها ايه؟ بنسميها الجنبية هي الدرجة من القنوات زيها زي البرانش كنل يعني هي برانش كنل بس موجودة جنب مين؟ جنب مين كنل جنب قناة رئيسية يبقى سمول كنل قناة صغيرة رانينج بارل يعني بتتحرك او بتبقى جنب بارل تو زمين كنل تروي المساحة اللي جنب القناة الرئيسية طبعا تستخدم عشان تقلل قيم السيبج الفقد النتيجة للرشح من تبقى من البرانش كنل او من تبقى من قنوات العشق وطبعا تخدم عشان تبقى من ميات الجنب من درجة القنوات اللي هي القنوات الحقلية تاخد ميتها من البرانش كنل أو من من الشيبج تمام؟ عندي مجموعة من الأسباب بريزم of not permitting direct irrigation from main channel and branch channel لماذا نمنع الرأي المباشر من القنوات الرئيسية والقنوات الفرعية؟ لو انا سبت كل واحد يفتح من الترع الرئيسية المياه ليس ستصل إلى النهاية ستبقى صعبة جدا التحكم في عملية توزيع المياه بالإضافة لكمية الفواقد في الطاقة التي ستحصل بسبب نقاط المخارج المخارج التي ستحصل ممكن أن الناس الذين في بداية الترع الرئيسية تأخذ كميات أكبر من احتياجاتها لأنها لا تقاطع فيها وبالتالي تعمل لي مشكلتين مشكلة في النهايات continuous water drawing lead to changing the flow from uniform السرعان الذي عندي بدل ما هو سرعان منتظم يعني كمية ثابتة وقطاع ثابت ستجد الكيو عمل إيه؟ يقل والقطاع ثابت وبالتالي السرعات ستختلف مع الوقت بل السرع الفلو سيتحول من حالة uniform إلى حالة non uniform وانت ستدرس هذا كلام بالتفصيل أو تدرسه في اللوود ليس كده uniform flow ون uniform flow وفي الهيدرولي ستأخذه بالتفصيل direct irrigation from main channel وفي الهيدرولي ستدرسه في الهيدرولي يجب أن أغير في مناسيب الماء لكي أسمح بالdirect irrigation طيب تصنيف المصارف مصرف الإقليم مصرف الإقليم هذا المناظر للـ Divergent Canal للرياحات هذا عبارة عن مياه الصرف from the area served by the Divergent Canal المساحة المخدومة بالرياح هي المساحة المخدومة بالـ Districted Drain أو مصرف الإقليم مواجه للرياحات المناظر 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 يصب في الـ Districted Drain سنجد المناظر يخدم من المساحة التي يخدمها الـ Bridge Canal ويصب فين؟ مصارفة كل درجة وصداها درجة من درجات المصارف يبدأ Branch Drain collect the drainage water from the area served by the Branch Canal and embed it in the main drain Small Branch Drain الحقليات الصغيرة أو نسميها Field Drain The Small Branch Drain collect the drainage water ويتصب فيه المصارف الحقلية المصارف الحقلية المصارف الحقلية هي عبارة عن شبكة من المصارف كون السرقة بايزة فارمر يتم تنفيذها بواسطة المزارعين كل اجزا درين شروطة فارم يتجمع المصارف المصافي وهي اقل درجة من درجات المصارف وهي تبدأ المزارع الذي يعملها وتجمع او لو كان لدي مشروع صرف مغطى يبقى ممكن الوزارة هي التي تعملها هذا الجدول بيبيني المين كانل الطول من 15 إلى 50 البرانش من 10 إلى 15 دستريبوشن من 2 إلى 10 دستريبت الدرين أكبر من 50 البرانش درين وده بسفيس يعني المسافة بين كل واحد والثاني والسلوب اللي هو ميل سطح المية لو لاحظنا هنا هتلاقي ان ميل سطح المية في القنوات بيكون اقل من ميل سطح المية في المصارف يعني ايه؟ يعني ميل المية في المين كانل اقل من ميل المية في المين درين ميل المية في البرانش درين في البرانش كانل اقل من ميل المية في البرانش درين أدرين، لماذا؟ لماذا أنا أزود الميول في المصارف عن الميول في الترع؟ بكل درجة ودرجتها، يعني الدرجة المناظرة لها عشان تبكت من الصغارة وصفال الكبيرة عشان إيه؟ عشان تبكت من الصغارة لأما أنا قلت درجة القناة ودرجة المصارف كم نفس الدرجة، يعني ده مين وده مين؟ لماذا ميل المياه هنا؟ لأن المياه مختلفةросلوية بالضبط كده. كمية المواد العلقة الموجودة في مياه المصارف تكون أعلى من كمية المواد العلقة الموجودة في في الترعة تأخذ عينة مياه من المصرف لانتين نفس الدرجة ستجد المياه شفافة ن Bulgari главوrel Dai But later I called thevenue السرعة بي plan السرعة حسنا من أولير ستقدم السرعة كأله ستجد ترسب برشاكل not 조 precies في قاع المصرف وكل سنتين أو كل سنة يحتاج أن أعمل تطهير لو لاحظت كده المين كان من 5 إلى 8 سنطر البرانش كان من 8 إلى 12 نأتي هنا المين درين من كم لكام؟ من 5 إلى 10 بدل 5 إلى 8 إلى 5 إلى 10 البرانش كان فوق من 8 إلى 12 هنا تلاقي من 10 إلى 18 كل درجة من درجات المصارف تلاقي أن الميول المياه فيها أعلى من نفس درجة المصارف القناة من الميول المياه في نفس درجة القناة ونأتي نعمل بقى تخطيط خط منطقة خط خريطة كنتورية لمنطقة وعاوز أعمل لها شبكة مصارف وإيه؟ شبكة مصارف وترع نأتي نشوف في قواعد عامة مفروض أحطها في المال ايه هي؟ أول حاجة The general rule in alignment Is that the canal are in high level يبقى في المناطق المرتفعة أحط مين؟ أحط القنوات والمناطق اللي هي أقل مناسوبة أحط فيها المصارف عشان المياه تنزل تحت تأثير الجاذبية عشان يبقى مش محتاج محطات رفع وتكلف الطاقة إن نشير مياه من تحت وطلعها لفوق يبقى أحط المياه مصادر التغذية في المناطق اللي هي أعلى مناسيب والمصارف في المناطق اللي هي أقل مناسيب بديل خواعدة الأولى It is preferred to be part of straight line بخضر الإمكان وأنا بعمل تخطيط مش أفضل ماشي خط كده مثل التعبان كده لا أنا بعمل خط straight و straight طب عاوز أعمل أغير اتجاه straight line أمشي بكيره تمام؟ يبقى أنا ما بشتغلش أنا مثلا عاوز أجي من هنا ولف كده يبقى أعمل حتة دي straight و دي straight والجزء بقى أعمله إيه؟ شكل هندسي أعمله كيرف والكيرف ده له قطر ماشي؟ وقطر الكيرف ده تمام؟ نص القطر ده والزاوية بتاعته مرتبطة مع مين؟ مرتبطة مع حجم القناة يعني مع درجة القناة البرانش درين غير البرانش كانال غير المين درين غير المين كانال يبقى كل قناة بيبقى لها شكل و أنا بعمل الدوران أو أنا بعمل الكيرف ده بوست كانال اندرين شود هاب أستيطابل سلوب يعني لازم كل قناة ومصرف يكون وقدة الميل المناسب ليها زائريا سيرفد اوف كانال اندرين اسديرميند فروم زال الانلاينمينت بطئة شود نوت بي للزان ألف فدان يعني المساحة المخدومة لأي قناة ومصرف طبعا أنا بحددها اجزاكت من الالاينمينت من التخطيط لكن بقدر الإمكان ما تقلش عن ايه؟ ما تقلش عن ألف فدان يعني ليس ترعى تروي خمسمائة فدان أو شيء طيب لما نيجي نبص بقى أنا هعمل الانلاينمينت اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على التوبوغرافيا التوبوغرافيا دي بحددها ازاي؟ عن طريق خريطة كنتورية يا إما خريطة كنتورية من المساحة من المساحة بعمل مساحة شبكية وارث منها خريطة كنتورية أو دلوقتي طبعا التكنولوجيا بقى تصور الأخمار الصناعية بتصور الأمر الصناعي أو الأمر الصناعية بتلقت صورة الكرة الأرضية بتروح جامد لك صورة ثلاثية الأبعاد اللي هي الدم ديجتال إليفيشن موديل الصورة أو الصورة الرقمية اللي هي ثلاثية الأبعاد اللي هي فيها إكس و وي وزد أقدر كده عرفت مناسيب النقط طيب في حالة بقى عرفت مناسيب النقط هبدأ أخط القنوات في الأماكن المرتفعة والمصارف في الأماكن المنخفضة طب طبقا للتوبغرافيا عندي كام نوع من التشكلات التوبغرافية أول حاجة عندي الويفي لاند المناطق المموجة دي يعني إيه عالي وبعدين واطي وبعدين عالي وبعدين واطي يبقى عاملة زي الموجة في حالة ان القنوات أو التربة أو سطح الأرض متشكل بالشكل ده اللي هو الويفي ده مثلا منسوب عشر وده سهي منسوب كام تسعة ونص لو قلت مثلا ان الستيب نص متر أنا عندي القنوات والمصارف هتمشي في النقط دي اللي هي القمم أو القاعدة طبعا دي مش معناها أعلى ودي معناها أقل ده خريطة قدامي كده بس أنا عشان صبورة برسمها رأسي لكن هي خريطة عند قدامي وعند خطوط ايه وردة ويفي طيب النقطة دي منسوبها كام؟ أي نقطة على الخط كنتور ليين تعريف هو ايه؟ هو خط واهمي بيمر بين النقط اللي هي نفس الايه؟ نفس المنسوب الخط النقطة دي منسوبها عشر يعني أنا لو همشي فيها القناة أو مصرف همشي قناة ولا مصرف؟ مصرف طيب الميا المفروض تمشي منها ولا ترجع عليها؟ يعني النقطة دي منسوبها كام؟ عشرة بردو طيب النقطة دي؟ تسعة ونص يعني النقطة ان بتوين تبقى كام؟ تسعة؟ تسعة؟ 75 هل هي المياة تجي من ال 10 كده ولا ترجع من التسعة؟ ترجع من ال 10 كده؟ ترجع من العشرة في اتجاه التسعة 75 يعني لو همشي المياة under gravity هتقشي في الاتجاه ده يبقى اللي هيمشي في النقطة دي تكون مين تكون الترع لانها تقدر تروي على الجنبين كل نقطة باستمرار اعلى من اللي حواليها يمين وشمال يبقى ينفع ان هي بتكون القناة طيب لو هنمشي هنا همشي الترع ولا المصرب النقطة اللي هنا منسوبها كاما نسعة خمسة سبعين واللي على ايمان هيمين وشمال عشرة يعني دي تاخد وبالتالي يبقى ايه مصرف المصرف بيترسم ساهم كده يبقى المناطق الوافي بتتحط الترع في الاماكن الاعلى نقاط بالنسبة للي حواليها والمصارف في الاقل نقاط بالنسبة للي حواليها المصرف بيجمع مياه من جهتين والترعه بتروي في جهتين زي ما احنا شايفين على الصبورة ماشي يا شباب لو جيت انا خدت قطاع في اي حتة كده مثلا هنا هلقي ده منسوبه عالي ده منسوبه منخفض وبعدين قليل وبعدين عالي وبعدين منخفض وهكذا وبالتالي امشي الترع في الاماكن اللي منسوبها مرتفعة اللي تقدر تلوي على الجنبين وامشي المصارف في الاماكن المنخفضة اللي هي ممكن تجمع مياه من الجهتين ده المناط اللي هي بنسميها الوافي لانز طيب النوع الثاني من الاراضي الاراضي اللي فيها ميول وميول خفيفة ادي مثلا منسوب القناة يعني هنا مثلا ده خطت ندور اتناشة ونص ده خطت اتناشر وربع اتناشر حداشر خمسة وسبعين عشرة ونص دي وين بي؟ لا دي كلها مالة فين؟ في الاتجاه ده؟ المنطقة اللي فوق دي اللي منسوبها مرتفع ولا دي؟ اللي فوق طبعا ملناش دعوه باتجاه الصبورة يعني مثل اباير التبقيم لو بدأت هنا باتناشر وهنا حداشر خمسة وسبعين لو بدأت هنا باتناشر هنا حداشر семيين هنا حداشر ونص هنا حداشر وربع وتعلي هو واحد وهو اللي تحت. يبقى فوق تحت دي ما ليش علاقة بيها. أنا ممكن الصبراء دي ألف فاو تبقى قدامي كده بقى مش فرقة معنا مين اللي تحت ومين اللي ايه اللي فوق. يهمني الأرقام دي. هي اللي تحدد لي البعد التالي او الزد. يبقى حطيط القنوات الرئيسية في المنسوب المرتفع اللي هو 12-75 وحطيط المصرف الرئيسي فيهن؟ في المنسوب المنخفض اللي هو 11 أوروبا. بعد كده القنوات الرئيسية في المنسوب 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 الم النوع الثاني من الاراضي اللي هي medium inclination اللي هي الميول الخفيف المتوسطة الميول المتوسطة زي ما انا شايفين كده لو انت ممسكت القناة من هنا لحد تحت احنا بنحاول نخليها ميلة شوية عشان نقلل الميل يعني فرق المنسوبين نقلل شوية يعني انا مثلا وصلت هنا منطقة زي دي مثلا ده 12 وده 11.5 11 10.5 10 لو وصلت القناة من هنا لهنا على طول القناة من هنا لهنا على طول مثلا ممكن تديني كام من 12 10 ل 10 فيها فرق 2 متر في المنسوب فمع طول القناة ممكن نلاقي الميل اعلى من اللي انا عاوزة انا عندي جدوى للميول المفروضة التزم بيه طيب لو خلينا القناة في الاتجاه ده ما اللي حصل القناة كانت بتاخد من منسوب 12 لمنسوب 10 دلوقتي بقت من منسوب 12 لمنسوب كام 10 ونص يبقى قللت نص متر في الارتفاع مع المحافظة على طول فنجد ان انا كده قللت ميل المياه ما انا مش عاوز المياه تبقى سريع جدا فتالي تعمل لي مشاكل نحر وتعمل لي مشاكل نحر في مكان وترسيب في مكان تاني طيب لما نجي نبص للقناة دي قادي القناة من هنا الهند طيب المياه من القناة دي ممكن تمشي في الاتجاه ده صح؟ يعني هي لو بدأت من خط زي 11 ونص ده ومشي تعمودي على القناة في الاتجاه ده يبقى رايحة في اتجاه كام؟ لو بدأت المياه من هنا ده منسوب كام؟ 11 ونص اللي هو خط الكنتورة هو لو مشي تعمودي كده هتروح في اتجاه مين؟ 11 لكن تقدر تطلع لفوق طبعا ده خط 12 لو حبينا نعكس المياه بقى في اتجاه الثاني مش هينفع تطلع فنخلي الرايه هنا في اتجاه واحد القناة ترووا في اتجاه واحد والمصرف بيجمع ميته من مين من اتجاه واحد يبقى القناة دي اللي هي بلون لازرق بتروي هتقي إنه يجمع المياه بتاع المنطقة داخل من قيد المصرف الذي هو عليه منها وهذا بعد ذلك القناة دي تروي و Bergeson وغير ميتها المصرف القناة الأخيرة تروي واللي يجمع ميتها بقى انهي المصرف في حالة زيادة الميول أوي أنا حاولت أميل القناة شوية عشان أقلل إيه ملهم في حالة أن فرق المناسب ده كبير جدا يعني ستب كان واحد متر لو عملت القناة عمودية على خطوط الكنتور إلا هيحصل لسرعة المية هتبع عالية جدا فما ينفعش أن أنا أمشي المية بسرعة أعلى من المطلوب لازم أنتزم بجدوى الميول اللي إحنا قلناها في الأول فممكن أمشي القنوات في اتجاه مين في اتجاه خطوط الكنتور يبقى هي كده ماشية مع خط الكنتور لو أنا مشيت القناة الفرعية دي في الاتجاه ده هتبصت لاقي هي متقطعة مع عدد كبير من خطوط الكنتور وبالتالي الميل فيها هيكون عالي طب هنا الرأي هيكون فان اتجاه القناة دي هتروي فين ما هو ده المنسوب الأعلى وده الأقل هتروي كده من فوق لتحت واللي هيجمع ميتها المصرف ده بعد كده القناة دي هتروي لتحت واللي هيجمع ميتها المصرف ده وهكذا يبقى دي الأراضي اللي الميل فيها بيزيد عن 20 سنتي لكل كيلو متر ما ينفعش ان اخلي القناة ماشية مع ميل الأرض لو خلتها مع ميل الأرض فيبقى سرعة الماية عالية جدا في القناة لو عندي طبعا الأرض ميلة في اتجاهين ماشي فببدأ برضو انا حطت القناة هنا مع اتجاه الميول وكيلو في اتجاه واحد وحطت المصرف الرئيسي فين؟ عام لازال ويفي بالزبط حطت المصرف الرئيسي في منتصف المنطقة ليه طبعا اللاين مينك الوافي عند انكلايند طبعا مش هتلاقي الأرض صريحة في مكان انها شكل واحد يعني اما كلها وافي او كلها انكلايند او كلها مثلا نيل خفيف او من المتوسط لا هلاقي فيه جزء وافي مع جزء انكلايند كل حتة او كل قطعة فيه المشروع بتتخطط طبقا لطبعاته الوافي بتاخد تخطيط الوافي والانكلايند بياخد تخطيط الانكلايند طيب بعد ما خلصنا الليه قوت المفروض بقى في السيكشن هتديلك خريطة زي دي وتبدأ بقى تخطط مين اللي هو المشروع اللي انتوا بتقولوا عليه هبدأ خطط القناة الرئيسية والقنوات الفرعية والمصرف الفرعية والمصرف الرئيسي الخطوة اللي بعد كده حاجة بنسميها السينوبتك دياجرام او المخطط المائي او بنسمي ايه او بنسميه الدياجرام المائي او بنسمي مخطط المائي اوالسينوبتك دياجرام هو يphonesينوبتك دياجرام ده عبارة عن لوحة اللوحة دي شبه القطاع الطولي يقول انا عندي قناة رئيسية متفرع منها كم قناة فرعية بعمل italiano على القناة الرئيسية ويفروع وبعمل غير نسمي للمصرف الرئيسي يفروع فين الكلام ده زي ده يعني ادي مثلا قنارة رئيسية هي بفروعها لما حب اعمل لها مخطط ماء او ثانوبتك دياجرام هعمل ثانوبتك دياجرام للقنارة رئيسية اللي هي دي بقى دي تفريعها اتنين منها اللي هو فين اللي هو ده ادي القنارة رئيسية ده المخطط الماء بتاعها ومتفرع منها تبعتين واحدة هي وواحدة يبقى دي كده بتاع الترعة فرعية وده ترعة فرعية وده المخطط الماء للترعة الرئيسية طيب المصارف ده بقى قناة رئيسية متفرع منها ست قنوات فرعية زي الرسمة دي اللي هي زي رسمة المشروع اللي هي زي دي ممكن قناة رئيسية زي كده متفرع منها ترعة اثنين تلاتة اربعة خمسة ست وبالتالي لما اعمل السانوبتك اعمل للقناة الرئيسية وطلع منها ست ايه اللي طلع من عندك كيلو متر واحد وطلع من عندك كيلو متر اثنين وهاكذا المصارف بنعمل لها نفس الكلام ادي مصرف رئيسي وفرعين بيصبوا فيه مش طلعين منه بقى بيصبوا فيه طيب دي ناخد دي هو ايسنا النطج ديجرام هو عبارة عن ثلاث حاجات في عندي محور افقي ومحور رأسي المحور الافقي بتحط عليه اول حاجة الكيلو مترات يعني الطول بتاعها يعني طريق مثلا لما تقول طريق طالع من القاهرة جاي الزأزي فبنبدأ ترقيم القاهرة ترقيم الطريق منين من القاهرة عشان من ناحية المصب يعني وجاي من البلد الرئيسية وجاي على الاقاليم جاي على البلد الفرعي هيبدأ من الترقيم من هناك نبدأ مثلا كيلو صفر واحد اثنين تلات اربعة حد ما توصل تمانين تسعين كيلو ووصلت الزأزي طب في القنوات نفس الكلام لو عندي قناة بتاخد من نهر النيل ببدأ ترقيمها منين من عند المأخذ يعني هي بتاخد من نهر النيل بدايتها كده اسمه الكيلو متر صفر طب مشيتت عليها كيلو كيلو متر واحد كيلو متر اثنين لما حبت أقول مثلا الكبري اللي موجود عند كذا محبت أوصف كبري أقول الكبري الكيلو متر كام على حسب مكانه واقع بين على ترعة عند الكيلو متر عشرين عند الكيلو متر خمستاشر عند الكيلو متر خمستاشر عند الكيلو متر خمستاشر وو explicar organ كذا من ترعة كذا يعني فى كل الترعة تتأخد ترقيم من بدايتها كل ترعة من بدايتها عند ترعة فرعية تاخد من ترعة رئيسية الترعة الفرعية تاخد من الترعة الرئيسية من عند الكيلو متر اكس الترعة الفرعية تبدأ تترقم 0,1 2 و فذلك وهو نسمى الكيلو مترات هم未vana كمان؟ مناصيب الأرض يعني مثلا الترعة الرئيسية دي بدايتها هنا الكيلومتر صفر مشيت مسافة الكيلومتر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لحد مثلا اتناشر تلاتاشر يبدا كده بنسمي ايه الكيلومتراج ده انا اعرفه ازاي انت مثلا في السكشن او في المشروع هيبع عندك لوحة اللوحة دي بيتقلك انها مسافة مثلا واحد الى متين الف اي اسكيل عشان تقدر تفسره معناها واحد متر لمتين الف متر واحد سنتي لمتين الف سنتي طيب خلينا نقول واحد متر لمتين الف متر انا هيسعى اللوحة بالمتر ولا هيسعى بالايه بالسنتي فخلي الواحد ده مئة سنتي مئة سنتي إلى متين ألف متر ماشي؟ طب بعد كده أشير الصفرين دول مع الصفرين دول يبقى الواحد سنتي بيمثل كام؟ ألفين متر يبقى الواحد سنتي بإيه؟ باتنين كيلو يبقى أنا لو عندي خط على اللوحة كده أبدأ كل واحد سنتي أحط عليه اتنين أربعة ستة تمانية عشرة كيلو متر وهكذا طيب قال لك واحد إلى خمسمائة ألف مفيش مشكلة خليها واحد متر لخمسمائة ألف متر يعني مئة سنتي إلى خمسمائة ألف متر شيل الصفرين دول وصد دول يبقى السنتي بكام بخمسة كيلو أو بخمسة ثلاث متر ماشي يا شباب؟ اللوحة اللي عندي أشوف السمكلي اللي فيه أقد إيه وأشوف السنتي بيمسي الكم وأمشي على الخط أقول قاقص سنتي هنا مثلاً على الخط من بدايتها لحد هنا يبقى ده كيلو متر 2 كمان سنتي كيلو متر 4 يبقى الترعة دي بتبدأ من عند كيلو متر 4 الاست كمان سنتي 6 8 18 يبقى الترعة 2 بتبدأ من عند كيلو متر إيه؟ وهكذا. هذا اسمه الكيلومترات. يبقى لما حب أرسم السينوبتك دياجرام ببدأ أعمل محور أفقي ومحور رأسي. والاثنين بسكيل مختلف. يعني بسكيل الأفقي غير لسكيل الرأسي. ما نفعش الاثنين يبقوا سكيل واحد. لأن هنا هيئيس مثلا 100 سنتي ولا متر. والناحية الثانية هيئيس 20 كيلو. ما نفعش أخلي السكيل بتاعهم واحد. لو أرسم السينوبتك للقنارة الرئيسية دي. بعمل محور أفقي. وحط فيه ثلاث حاجات. ومحور رأسي. أول محور هنا بنكتب فيه الكيلومترات. كيلومتر زيرو. وبعد هنا اثنين. اربعة. ستة. تمانية على حسب ما اللوحة تكفي معاك. كيلومتر. الخانة اللي بعدها اللاند ليبل. مناسيب الأرض. مناسيب الأرض مش لازم اكتب عند كل حد. لا بكتب رقمين أو تلاتة أو اربعة على حسب تقاطع الترعة مع خطوط الكنتور. يعني مثلا بداية الترعة هنا منسوبة كامة. بداية الترعة نشوف الخط ده كام وده كام وده في النص ما بين اثنين. يبقى كتب مثلا اثناشر. طيب امشي على الترعة. لحد هنا عند الكيلومتر اثنين كان فيه مثلا حد واشر ونص. كيلومتر اثنين كان حد واشر ونص. والمناسيب بحطها بالأقواس. بعد كده مشيت اربعة كيلو. يعني وصلت عند الكيلومتر ستة. كان مثلا منسوب كذا. يبقى عند الكيلومتر ستة. اروح جاي كاتب المنسوب التاني. بعد كده امشي من عندي ستة لحد منسوب مثلا تمانية او لحد الكيلومتر عشرة. عند الكيلومتر عشرة اروح جاي كاتب منسوب تاني. مش لازم اكتب كل كيلو. المنسوب بتاعي قديه. ماشا شباب. طيب. في المحور الرأسي. ايه اللي بحط? المحور الرأسي اللي هو المناسيب بقى. الترعة عندي من منسوب كم لكامل. هشوف اول خط كنتور. مثلا. حداشر واثناشر. اخر خط كنتور. مثلا عشرة. يعني الفرق عندي هيما كامل? اتنين متر. القناة فرق المنسوب في بدايتها. عن نهايتها اتنين متر. وانا نزل عندهم كمان واحد متر. يعني كل اللي انا محتاجه في الرأسي كام تلاتة متر. طيب التلاتة متر دول من منسوب كامل كامل. فرضا من تسعة لاتناشر. يبقى ممكن ارقم من هنا ده اقول عليه تسعة. بعد كده سنتي اتنين اقول عشرة. سنتي اتنين اقول حداشر. سنتي اتنين يبقى ستة سنتهم. قلت ده منسوب اتناشر. طيب اول نقطة بداية عند الكيلومتر اتنين كان كامل كان حداشر ونصح. عند الكيلومتر ستة كان حداشر. طيب اتنقطة. عند الكيلومتر عشرة كان كذا. طيب اتنقطة. بعد كده روح جايب ووصل ما بينهم بايداية. ويبقى ده خط اتنقطة الارض. كأنني عامل قطاع في التوبغراف. الترعة تقطعت مع خطوط الكنتور. عند الكيلومتر كذا منسوب كذا. عند الكيلومتر كذا منسوب كذا. بعد كده اوصل بين النقطة دي. ده بنسميه ايه? الاندي ليفن. وبهشره تهشير الارض بالشكل ده. طيب. بعد كده. الترعة الفرعية اللي عندي. عند الكيلومتر كم كامل? واحدة متفرعة لفوق عند الكيلومتر عشرة مثلا. واحدة متفرعة لتحت عند الكيلومتر خمسة. يبقى من عند الكيلومتر خمسة فيه ترعة تتفرع تحت. اروح جايب عامل لها الكيلومتراش بتاعها. وعند الكيلومتر عشرة فيه ترعة تتفرع فوق. اروح جايب عامل لها برضو الايه? الكيلومتراش بتاعها. وابدأ للترعة دي اعمل زي ما عملت في الرئيسية. ابدأ رقمها. بس ارقم الترعة دي هنا هتبقى كام? صفر. وامشي سنتي يبقى هنا كيلومتر ايه? اتنين. كمان سنتي. كيلومتر اربعة. كيلومتر ستة. كيلومتر تمانية. كيلومتر عشرة. اتناشر. اربعتاشر. ستاشر. يبقى انا رقمت الترعة الفرعية. طب والترعة التانية نفس الكلام. هنا الكيلومتر صفر بتاعها. عند المأخز. بعد كده اتنين. اربعة. ستة. تمانية. عشرة. اتناشر. اربعتاشر. خطوط الكنتور اللي تقاطعت معاها. عندي هنا البداية معروف. وعند الكيلومتر ستة مثلا. المنسوب معروف. وعند الكيلومتر عشرة المنسوب معروف. وعند اربعتاشر معروف. ابدأ احط لها مناسين. ووصل ما بينهم. يبقى ده اللاند ليف. يبقى عملت الكيلومترات. ماشي. وعملت اللاند ليف. ونفس الكلام نبتر على ايه? الفرعية التانية. وعلى حسب عدد القنوات الفرعية. بعد كده منسوب المياه. الخط التالت ده. اللي بقي هنا. اللي تحت اللاند ليف. هو مين? اللي تحت اللاند ليف. ده. هو ايه? هو منسوب المياه. منسوب المياه ممنين. احنا قيلنا عندنا نوعين من الراي. الراي بالراحة والراي بالراي بالرافع. الراي بالرافع. كنا بنقول مناسيب المياه في القناة المفروض تكون اقل من منسوب الارض بكام. هدود من خمسة وعشرين لخمسة وسبعين في المية. من خمسة وعشرين لخمسة وسبعين سنتي. طيب هعمل ايه? هاجي اخد خط. خط عمل خفيف جدا كده. اقول ادي متوسط المناسيبة هون. ده متوسط الارض. انزل عنه نص متر. يبقى ده كده منسوب مين? الوطر ليبر. يبقى منسوب المياه في القناة الرئيسية هيبقى كده. اقدر من هنا اعرف منسوب واحطه بين قسين. واقدر في النهاية اعرف المنسوب واحطه بين قسين. طيب انبتوين احط مناسيب ايه? احط السلوب. يعني ايه? الطول ده مثلا عشرين كيلو. فرق المنسوبين السلوب هيساوي الدلتا اتش على الدلتا اتش. الدلتا اتش اللي هو المنسوب النقطة دي نقص دي. ادي فرق المنسوب. والدلتا اتش اللي هو الطول. لو افترضنا ان انا عندي مثلا واحد ونص متر يعني مية وخمسين سنتي. على عشرين كيلو. اقسم المية وخمسين سنتي على عشرين كيلو يديني رقم سنتي متر لكل كيلو. يبقى ده عبارة عن ايه? واعمل سهم كده. يبقى المنسوب في الاول كذا وفي الاخر كذا وميل فطح المية بيساوي كم سنتي لكل كيلو. طيب الترعة دي هتتفرع من عندي مين? من عندي كيلو متر خمسة. طب عندي كيلو متر خمسة لو طلعت فوق منسوب المية معروف? منسوب المية في الترعة الرئيسية معروف. طب الترعة الفرعية هتاخد ايه? هتاخد منها. يبقى منسوب المية في الترعة الرئيسية معروف اهو. جايبوا منين? جايبوا من فوق. هنزل عنه عشرة سنتي وهعمل الميل الجديد بتاعي. طبقا للجدول اللي هو من تمانية الايه? من تمانية العشرة سنتي متر الكيلو في القنوات الفرعية. طب العشرة سنتي اللي انزلتوهم دول ايه? المية عشان تدخل من ترعة على ترعة تانية هتعدي من حاجة اسمها اللي هو الهيدريجوليتور او الانتيك المأخذ او انطارة الفم هيحصل فيه فقد في الطاقة. الفقد اللي في الطاقة ده بيبقى الطاقة عندي عبارة عن مناسيب المية. هيحصل فقد في المية في حدود عشرة سنتي. فالمنسوب في القنوات الفرعية مش هيبقى زي الرئيسية بالزبط اقل منه بايه? بعشرة سنتي اللي هي فواقد الانتيك اللي هو الانتيك هيدلوس. فواقد المدخل. ماشي يا شباب. يبقى لما نجي نبص هنا كده. هذه السينوبتيك. بعد ما اعملنا الاندي ليفل خدنا موازيله على بعد نص ميت. وعرفنا الميل بتاعه كام. كتبنا طبعا هنا في الووتر ليبل منسوب في الاول منسوب في الاخر والميل في النص. القنوات اللي بتاعي خدها نشوف دي خدت من عند الكيلومتر كام. القناة التانية خدت من عند الكيلومتر كام. نطلع منسوب المية فوق. ننزل عنه عشرة سنتي. ونعمل الميل الجديد اللي هو الاندي ليفل. بداء السينوبتيك دي جرام بالنسبة دي الكلام. المani وفروعها. طيب ده صبعا على حسب المشروع بتاعي. القناة الرأسية بكل فروعها بتعمل الوحة بسينوبتيك واحدة للقناة الرأسية بالفروع بتاعتها كلها. يعني زي دي كده. ادي مثلا قناة فيها تفريعة اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة و هذه كمان متفرعة على اثنين و هذه متفرعة منها اثنين و هذه متفرعة منها اثنين و نفس الكلام فوق يبقى من سينبتك واحد للمين كنال تمام بالفروع بتاعته احيانا بقى لما أحب ألتزم بميل سطح المية اللي في الجدول ألاقي نفسي استضمت بسطح الارض ما نفعش منسوب المية تعلي عن ايه عن الاند ليبل بنعمل دروب لسطح المية الدروب ده بيبقى عبارة عن منشأ اللي هو عبارة عن ايه عبارة عن هدار يبقى انا كده هنا هحتاج هدار زي هنا هحتاج هدار ماشي بقى كده 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 هدار وده هدار تاني اللي هو بعمل انخفاض في سطح المية مفاجئ نعم نيجي نشوف المصارف الفرق ما بينهم ايه طبعا اللي هعمله في التراع هعمله في المصارف برضو مصرف رئيسي له سينوبتك دياجرام متفرع منه مجموعة من الفروع سينوبتك دياجرام للمصارف الفرعية بس هنا الدنيا ماشي بالعكس بقى الميقن في القنوات القنوات الرئيسية هي اللي بتدي مين الفروع طب هنا الفروع هي اللي بتديه الرئيسي لكن انا هعمل سينوبتك دياجرام لي في المصارف الترقيم بيبدأ منين الترقيم هنا عكس اتجاه المية الترقيم في القنوات اللي ماشي مع اتجاه المية هنا الترقيم عكس ايه عكس اتجاه المية يعني في المصرف الرئيسي المية ماشي ازاي بدأ من هنا وبتصب وبتجمع من الفروع دي ومن الفروع دي وتبدأ تكبر لحد ما تصب هنا الترقيم عندي ماشي في عكس اتجاه المية يعني بدأ الترقيم من اين من عند المصب يعني ما اجي رقم المندرين ده ابدأ هنا زيرو اتنين اربعة ستة تمانية وهكذا من المصب وانا راجع طيب المصرف ده بيصب هنا برضو هرقمه من هنا زيرو اتنين اربعة ستة وانا راجع عشان الترقيم هناك معامل مع اتجاه المية هلاقي دايما الترقيم بدأ من العالي ونازل هنا هلاقي المية ماشي ايه عكس الترقيم يعني انا بقول الترقيم كده والمية ماشي ايه في الاتجاه التاني فنشوف السينوبتك هنا الترقيم ماشي كده صفر اتنين اربعة ستة تمانية ولا المية ماشي في اتجاه التاني العكس الترقيم سواء في المصرف الفرعية او في المصرف somethin المصرف الرئيسي. المية ماشى عكس الترقيم. الترقيم ماشى من الشمال الامين والمية ماشى من اليمين للشماع. لانا امرقم من ناحية المصب. بابدأ هنا بالمصارف الفرعية. برضو بعمل مناسيب الارض. بنزل من مناسيب Studio هنا مسافة مختلفة عن الترع. لو قلنا مثلا في منسوب المياه اقل من منسوب الارض بكامل؟ بواحد وربع الى واحد خمسة وسبعين من مية متر. يعني المصرف بيبقى المياه اقل من منسوب الارض بواحد ونص متر. يعني لو ده الأرض الطبيعية لو هعمل قناة هيبقى المية منسوبها أقل من منسوب الأرض الزراعية بنص متر لكن لو هعمل مصرف بيبقى منسوب المية في المصرف أقل من منسوب الأرض الطبيعية بواحد ونص متر يبقى ده فرق رئيسي في السينوطيك ديوجرام ما بين الكنلز وما بين الدرين في الكنلز يبقى منسوب المية مية دي تقريباً نصطها الأرض بقدر الإمكان في حدود نص متر لكن في المصرف واحد ونص متر عشان المصرف ده هيجمع مية من الأرض فأنا محتاجي يبقى منسوبه أو لو شفنا اللي هي المسافة دي كده متوسط واحد ونص متر لكن في القنوات كانت نص متر المية هنا هتصب يعني الفرعي أهو منسوب المية في الرئيسي هيكون أقل من الفرعي بـ 20 سنط لو لاحزنا هنا لو لاحزنا هنا نلاقي منسوب المية في القنوات الرئيسية أعلى من الفرعي بـ 10 سنط في الدرين منسوب المية في الرئيسي أقل من الفرعي بـ 20 سنط يبقى فواقد المصاب 20 سنط يبقى أنا بعمل أرض بعمل خط الموازي لها على بعد 1.5 متر بحدد منسوب المية في المصرف الرئيسي يبقى هنا وأعمل الفرع الثاني وأحدد منسوب المية في المصرف الرئيسي هيبقى كده أطلع فوق وحط نقطة وأنزل من هنا وحط نقطة كل واحدة على منسوبها ووصل خط ما بينه ديبس أو فوتر بلو أبرج لاندي ليبل طبعا في المين درين بيوصل إلى 2.5 متر في البرانش درين بيبقى من 1.5 إلى 2 متر في السمول برانش درين في عدود 1.5 متر في الفيلد درين بيبقى 1.4 متر هذا ما هي المسافة بين متوسط سطح الأرض وما بين منسوب المية هذا ما هي نهاية السينوبيتك دياجرام للمين كنل والمين درين أنتم في ساكتشنا الرأي وصلين فين؟ خلصوا السينوبيتك ولا في الإيرا سيرفيد ديشارج of cannell and the drain لما نجي نحدد التصرف المار في القنوات أو المصارف الكيو عبارة عن الاريا سيرفيد اوف سيكشن يعني المساحة المخدومة للقطاع مضروبة في الفيلد ووتر ديوتي على الان في ستين في ستين الكيو اللي هي المتر مكعب على الثانية الاريا سيرفيد بالفدان الووتر ديوتي ازا ووتر ديوتي اوف كانال ان متر مكعب على الفدان على الدي والان اللي هي عدد ساعات التشغيل في اليوم معنى الكلام دي يا شباب ترعة زي دي يا شباب ترعة ايكسة هين المساحة المخدومة بتاعتها فين بتخدم اني مساحة الترعة بتخدم من المصرف للمصرف والمصرف بيخدم من الترعة للترعة يعني المصرف اللي فوق اللي هو ده اللي هو واي بيخدم المساحة دي من الترعة للترعة الترعة دي بتخدم العكس من المصرف للمصرف اللي هي المساحة من هنا لهم وانا بعد ما خلصت لوحة اللي قوت وعاوز احدد المساحة اجبها ازاي هو الطول ده صعب ان انا ايسه سي مثلا ثلاثة سنتي طيب الثلاثة سنتي دول بسكل كم لكام خلينا نقول واحد لمئة الف واحد متر الى مئة الف متر يعني مئة سنتي لكل مئة الف متر هشيل الصفرين وساط الصفرين يبقى واحد سنتي بيمثل واحد كيلو يعني الثلاثة سنتي دول على اللوحة على الطبيعي او على الطبيعة معناها كم كيلو ثلاثة كيلو متر يبقى من المصرف للمصرف ثلاثة كيلو طيب الطول ده قد رئيسه اتناشر سنتي اتناشر سنتي معناها على الطبيعة كام اتناشر كيلو يبقى على الطبيعة معناها اتناشر كيلو متر يبقى المساحة اللي هي دي كده كان في كام يبقى الاريا بتساوي تلاتة كيلو متر في اتناشر كيلو متر اللي عاوز احاولها بالفدان احاولها ازاي التلاتة كيلو معناها كام متر تلات تلاف متر والاثناشر كيلو اتناشر الف متر على مساحة الفدان اربعة تلاف ومتين متر مربع يبقى المتر هيروح مع المتر هيروح مع المتر مربع هيفضل عندي المساحة بتسوي كام فدان يبقى دي تلاتة اتناشر ستة وتلاتين مليون على اربعة تلاف ومتين يديني كام الف فدان هد يحسبها ها تمن تلاف كام ايه يبقى تمن تلاف وخمسمائة فدان تقريب يبقى كده الاريا سيرفت بالنسبة لي القطاع الاولاني المية هتعد من النقطة دي كده هتخدم قد ايه هتخدم تمن تلاف وخمسمائة فدان طيب لو قلت ان الووتر ديوتي يعني الفدان الواحد بياخد ميت متر مكعب للفدان لليوم الفدان محتاج ميت متر مكعب في اليوم يبقى المية اللي تمشي في التلعب تسوي قد ايه يبقى الكيو بيساوي الاريا سيرفت في الووتر ديوتي الاريا سيرفت تمن تلاف وخمسمائة فدان في الفدان الواحد بيستهلك ميت متر مكعب لكل فدان لمين لليوم الفدان هيروح مع الفدان هيفضل الوحدة ايه تمن تلاف وخمسمائة ميت متر مكعب على اليوم اليوم اقدر اشيلها واقول انا هروي كم ساعة في اليوم الماء ماشى في التلعب كم ساعة نقول اربعة وعشرين يبقى اربعة وعشرين في ستين في ستين اتحولت الى سكت يبقى لو عاوز احسب الكيو هيبقى تمن تلاف وخمسمائة في مية على اربعة وعشرين في ستين في ستين متر مكعب على مين على السكت يبقى التصرف عبارة عن او الكيو عبارة عن المساحة المهدومة من القطاع طبعا القطاع اللي في الاول ده هيخدم المساحة كلها طبعا القطاع اللي في النص هيخدم ايه لسه هنشوف ازاي نحسب لها شوات تفاصيل بس هنقول انه يخدم النص اللي في الاخر يبقى الاريا سيرفد في الفيلد ووتر ديوتي على عدد الساعات بتاعت اليوم في اربعة وعشرين في ستين في ايه في ستين برضو نفس الكلام المساحة المخدومة للمصرف في الدرين ووتر ديوتي الدرين ووتر ديوتي غير الكنل ووتر ديوتي يعني مثلا الميا اللي بتروح ناحية الصرف الصح في المباني هل نفس كمية الميا اللي بتروح فيه موسير مياه الشرب لا تبقى من تمانين لتسعين في المياه منها في المباني السكنية وفيه عشرة في المياه بيروح فواقد في البخ في اي حاجة تاني طيب في الاراضي الزراعية فيه مية بتدخل تتخزن في التربة والنبات بيستهلكها عشرة خمسشار يوم وفيه جزء بيروح ناحية مين ناحية المصرف اللي بيروح المصرف بيبقى من تلاتين لخمسين في المية في المناطق الحرة جدا زي ابر ايجيبت في صعيد مصر اللي بيروح للمصرف يدوبه تلاتين في المية من مياه الرأي يعني مثلا لو رويت ميت متر مكعب للفدان بيروح نصيب المصرف كام تلاتين منه يبقى تلاتة من عشرة من الفيلد ووتر ديوتي طيب في ميدل ايجيبت في وسط مصر اربعين في المية في الدلتة بنقول ان الووتر ديوتي خمسين في المية من مياه الترع يبقى لما حب هنا الدرين ووتر ديوتي غير الفيلد ووتر ديوتي الدرين ووتر ديوتي بيبقى نسبة من الفيلد ووتر ديوتي تلاتين او اربعين او ايه يعني المصرف ده كده ده لما حب أحسب التصرف بتاعه سيكون المساحة في كام في 30% أو 40% أو 50% في الفيلد ووتر ديوتي على 24% في الستين في الستين حساب الاريا سيرفد زي ما حسابناه على الصبورة كده في عندي اكتر من درجة من اكتر من نوع من القنوات يعني مثلا اريا سيرفد اوف ديستريبيوشن كنال اللي هي خانة توزيع زي ما عملناه على الصبورة دي يعني ايه يعني بسمح بالرأي منها الاريا سيرفد اوف ديستريبيوشن كنال خلاص يا شباب لو قلنا مثلا اننا نصمم طلع قطاعات القطاع واحد في بداية القناة قطاع اثنين في نصف القناة قطاع ثلاثة في نهاية القناة قطاع واحد لو قلت مثلا الحتة دي اربع تلاف فدان ودي اربع تلاف وخمسمية فدان وانا بصمم في القطاع واحد هقول الاربع تلاف زائد الاربع تلاف وخمسمية تمن تلاف وخمسمية فدان كاملية طب وانا في القطاع اثنين اثنين ده هيعد ماي المين يعني اثنين اللي في النص ده هيعد ماي المين نشرحها هنا قطاع واحد وقطاع اثنين وقطاع تلاتة قطاع واحد لو قلت الحتة دي كده نحسبناها 8500 خلينا نقول هنا 4500 وهنا 4000 قطاع واحد هيمرر مايلا أنهم ساحة لكل يبقى قطاع واحد هيمرر لل 4500 وهيمرر لمين لل 4000 طيب قطاع اثنين هيمرر مايلا مين ل 4000 بس قطاع اثنين هيمرر مايلا مين ل 4000 بس طيب النقطة دي مهمة المايا اللي دخلت هنا هو انت شرط 4500 يكون كلهم استخدموها مش وارد ان واحد ما كانش محتاج مية واحد ساب ارضه بايرة واحد مثلا متأخر في الزراعة شوية او متقدم سابق للناس زميله يعني وارد ان فيه مية زيادة من 4500 مايروش ففيه معامل هنا بنسميه معامل الفائد معامل الفائد ده نسبته قد ايه نسبته في حدود خمسين في المية يبقى فيه خمسين في المية من الاربع تلاف وخمسمية ممكن يكونوا مروش طيب قطاع تلاتة قطاع تلاتة انا محتاج يعدي مية لحد لا يبقى محتاج زيرو مفيش حد هيعدي ايه بعدي بس يوارد ان الاربع 8500 كلهم فيه خمسين في المية منهم مايكونوش ايه مروش يبقى خمسين في المية فيه الاربع تلاف وخمسمية زائد الاربع تلاف يبقى فيه معامل فائد للمساحة اللي في الابستريم كلها يبقى الاريا سيرف في الديستربيشن كنال بيساوي الاريا سيرف داونستريم زائد فاكتور اللي هو بنسميه سيرففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف وفي القطاع 3 الـ Down Stream كان كام؟ كان 0 زائد فاكتور في مين؟ في الـ Up Stream ماشي؟ اللي هو بنسميه Skipping Factory وانا عند قطاع 1 الـ Area Serpent بقصوى Area 1 زائد Area 2 وانا عند القطاع 2 الـ Area Serpent 2 زائد فاكتور في Area 1 وانا عند القطاع 3 ما كانش فيه حاجة في الـ Down Stream زائد فاكتور في الـ Up Stream كله اللي هو Area 1 واريا 2 طيب النوع الثاني من القنوات على حسب التوزيع اللي هي Area Serpent of Branch Canal القنوات الفرعية القنوات الفرعية اللي بتوزع المياه بتاعتها على فروع فيها برانش A وفيها برانش B وفيها برانش C وفيها برانش D بالاضافة لمساحة هنا اسمها X1 ومساحة هنا اسمها X2 ومساحة هنا اسمها X3 ولا عند قطاع ايه؟ ايه هيدخل مياه المين؟ ايه هيدخل مياه المين؟ ايه هيدخل مياه المين؟ للفرع الـ 4 صح؟ زائد X1 وX2 وX3 يبرقمون بتاعي الـ Area Serpent of Any Section عبارة عن Area Serpent Down Stream اللي هو Direct Irrigation زائد البرانش كل اللي في الـ Down Stream ماشي؟ زائد ايه؟ ناخد مثال على السبور فيه هنا فرع؟ بيخدم لي ألفين فتان وفيه فرع تاني هنا بيخدم لي تلف تلف فتان ماشي؟ وفيه فرع هنا بيخدم مثلا ألفين نعم المساحة هنا هنكون سمسميت فتان الحتة دي هنكون سبعمية وفمسين الحتة دي زائها سبعمية وفمسين وهنا سمسميت سيكشن واحد المساحة بتاعته ايه؟ كل اللي في الـ Down Stream الـ 2000 زائد الـ 3000 زائد الـ 2000 زائد الـ 500 زائد الـ 750 زائد الـ 750 زائد الـ 500 طيب عديت لحد هنا كل اللي في الـ Down Stream الـ 2000 والـ 3000 والـ 2000 والـ 750 والـ 750 زائد الـ 500 زائد الـ 500 زائد الـ 500 وحسب المضروب في الـ 500 طيب عديت الفرع دا كده كل اللي في الـ Down Stream الـ 3000 والـ 2000 والـ 750 والـ 750 والـ 750 زائد الـ 500 وحسب المضروب الـ oni زائد الـ 500 والـ 2018 HIS عدنا دي هيبقى الـ 2500 زائد فاكتور مضروب في الـ 750 و الـ 750 و الـ 500 وصلنا هنا ما بقاش في اي حاجة غير فاكتور في مين في الـ Direct Regression بس اللي هي الـ 500 و الـ 750 و الـ 750 و الـ 500 فالفرع اللي عده عده لكن فاكتور مضروب في مين في المساحات اللي هي مروية بالرأي المباشر او بالـ Direct Regression حسنا نكمل دي نكمل دي خلص جيئتين اتنين الـ Area Servant ما هي دي بس خلاص اهيان هقف عند الـ Problem دي ما الـ Problem دي امثلة على اللي احنا بنقول الـ Area Servant of Main Channel اللي هي الـ Carrier القنوات الرئيسية الـ Area Servant of Section تساوي Area of Turn Down Stream زائد Compensation Factor في الـ Area Servant Down Stream في عندي ترع بتوزع ميتها على منوبات يعني ايه؟ يعني مش كل الترع فيها مية كل الأسبوع او كل شهر زي ما قلنا فيه 2 Turn Rotation وفيه 3 Turn Rotation يعني فيه مية ممكن اقسم مثلا على ترعتين الترعة دي تاخد 6 ايام ودي تاخد 6 ايام دي 7 ايام ودي 7 ايام او 3 Turn Rotation اقسمها على 3 ترعة ترعة دي مية مرة و 2 off بطالة بعد كده اللي كانت off تبقى on والتنين التانين بoff وهكذا او ممكن اقسم المناوبات دي على نفس الترعة على نفس الترعة ازاي؟ نفس الترعة ايه؟ بنعمل فيها في النص كده حاجة اسمها Intermediate Regulator اللي هي قناة حجز منشأ حجز Intermediate Regulator او أنطارة حجز أنطارة الحجز دي عبارة عن ايه؟ حاجة زي الكبري كده بس فيها بوابات بتقفل وايه؟ وتفتح بنسميها اعمال موازنات نسموها ميزانية مية ايه ميزانية المية دي؟ حاجة زي الكبري بس فيها بوابات؟ ممكن تخلي الجزء ده هو اللي في مية وقافل على الجزء التاني او العكس بتفتح المية يبقى الجزء التاني هو اللي بيشرب وده ايه؟ ممنوع حد يروي مني يعني دي كده نسميها ان هي شغالة النص ده مرة والنص ده مرة وفي ترعة تانية بتبقى سري ترن روتاشن بنعمل فيها انطارتين حجز ده اسمها ترن ايه؟ ترن بي ترن سي مرة المية مرة تبقى قافل هنا وده بس اللي بيروي بعد كده قافل هنا وده اللي بيروي وده ممنوع يروي بعد كده تفتح وده اللي يروي والاتنين دول ممنوع ده بنسميه سري ترن روتاشن طيب في حالة سري ترن روتاشن او تو ترن روتاشن لو قلنا دي مسحتها 10 تلاف فتاة وده مسحتها 15 ألف فتاة وده مسحتها 10 تلاف فتاة وده مسحتها 10 تلاف فتاة وده مسحتها 10 تلاف فتاة معامل التعويض معامل التعويض يعني اي سيكشن هيعد مية للي بعديه زائد يقوض مين اللاب يعني مثلا وانا بروي افترني ايه هكون بعد مية التعويض لمين ما هي ماشية كده اي بي سي اي بي سي يبقى اللي قبل ايه مين اللي قبل ايه؟ سي واللي قبل بيه ايه واللي قبل سي بي يبقى دائما ان تيجي تعجي مية القطاع او لترن او لجد لحبس هيكون بتعوض مين اللي قبله ماشي؟ يبقى ان يجي هنا نلاقي ترن ايه وترن بي وترن سي هنقول الاريا سيربد اوف سيكشن الاريا اوف ترن داون ستريم زا سيكشن زائد كومبانزيشن فاكتور اللي هو معامل تعويض للاريا اوف بريفيا ستيرن للدورة اللي قبلها او للحبس اللي قبله على طول ماشي؟ الاريا سيربد اوف ترين خلاص الاريا سيربد بتاعت المصارخ المصارخ هو عبارة عن كل الاب ستريم يعني عند اي نقطة كده لو انا عند النقطة دي كل الاب ستريم بتاعها في النقطة دي كل اللي قبله في النقطة دي كل اللي قبله وهكذا يبقى الاريا سيربد اوف سكشن واحد واحد اي نقطة دي كل اللي قبله سكشن ثلاثة كل اللي قبله ماشي؟ وكل هذا تجميع يبقى نحن نقوم بالبرو